السياسة الإسرائيلية لا تزال في الدوائر ذاتها فبالرغم من الصفقات التي أبريمت في الأيام الأخيرة يبقى المشهد السياسي ضبابيا وغير محسوم حتى انتهاء جولة التوصيات تزامنا مع مارثون التوصيات في مدينة القدس افتتحت المحكمة المركزية أولى جلساتها ضمن مرحلة جمع الأدلة في قضايا الفساد وخيانة الأمانة المتورط بها رئيس الحكومة بن يمين تنياهو وسط أصوات المتظاهرين الذين هتفوا مطالبين نتنياهو باعتزال السياسة وبينما تظهر عشرات المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له في ساحة ديوان رئيس الدولة توفد ممثل الأحزاب إلى المشاورات في ديوان الرئيس بهدف توصية على مرشحهم لتشكيل الحكومة وبينهم ممثل حزب الليكود الذين أصروا على نتنياهو برغم من تلميحتي رיבלין بأن الليس له حكومة האם יש معומד אחר שברצונכם להמליץ עליו כמעומץ אלטרנטיבי אם אכן שיקולים כאלה ימנעו ממומתכם כפי שהצגתם מלהשמש כאשר באים להמליץ על חברי גנסת בנימין נתنياهو פועלים בהתאם לחוק בעיניי ואני באתי לכאן למשכן הנשיא ממקום אחר באתי מבית המשפט המחוזי ובאתי כדי לעמוד לצד האמת והצדק ربما يخيل للكثيرين أن لا علاقة لهذين الحدثين ببعضهما إلا أن الواقع يثبت أن نتنياهو يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة للتهرب ربما من السيرونة القانونية الجارية ضده وفي نهاية المطاف فرص كيل المعسكرين لتشكيل حكومة تبدو شحيحة جدا بسبب الخلافات الأيديولوجية البارزة في المعسكرين الأول بقيادة نتنياهو الذي يواجه مشاكل مع سموتريت وبانت والآخر بقيادة لبيد الذي يحاول أن يقود معسكرا لا يتفق تقريبا على أي شيء في كندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر